يا جدعان عاملين ايه? اه كل ساوند عامين يا جدعان ده فيديو يعني مالوش عليك باي حاجة بس الموضوع يستفزيني فشخ ولازم اتكلم فيه ولازم اخد رأيكو فيه برضو عشان انا من جواية يعني دهيق تفاشخ على الموضوع ده. الموضوع يعصب وموضوع مش لذيذ. البقاء الليه طبعا. والله رحمه مزياد. وكل حاجة. بس في حاجة غلط في العيلة دي. العيلة دي متخلفة عقليا? هل العيلة دي متخلفة عقليا? هل هم ده 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 دماغ انسان سوي ان هو لما واحد يموت عنده يقعد يتكلم ويقول ان هو آآ يطلع بفيديوهات وحياتنا بعد ووفاته مزياده. وايه يا جدعان القرف ده? انتو عقلين ان انتو بتعملوه ده? ازاي اصلا الناس المتخلفة اللي على اليوتيوب بتتفرج عليكم? ازاي الناس اللي بتفرج عليكم دي? فعلا اللي روح يتفرج على محتوى ازاي بقى انسان متخلف. تعالوا وليك واجدعان انا بتكلم فيه. واجدعان كاي انسان طبيعي هفتح يوتيوب ماشي يا عادي فيديوهات عادي طبيعية اللي هو ممكن واحد بيسمع مسلا واحد بيتفرج على لعبة مسلا اه مسلسل بيتابعه. ماشي. رامز عادي. رامز ازاي طلع تقول لان عادي اللي هو واحد بيعمل حاجة اتعبان عليها ومعروف من سنة لسنة. بصوا بقى التخلفة. ترو معنا بيتنا الجديد اخر فيديو قبل وفاته مزياد. يا رب يا رحمن يا رحيم يا حيو يا قيوم اجعل اموزياد في مكان افضل الف مليون مرة وانت اضربها واعلم بها. انت منزل حاجة دعو اموزياد. انت بتترحم على واحدة بتاخد اعلان. منزل اعلانات عالفيديو ليه? منزل اعلانات عشان تكسب فلوس ليه من عالفيديو. يش خلا نشوف. في مكان بجوارك يا ارحم الراحمين هي فعلا بجوارك برحمتك. والله يا جماعة انا بيبصه انا مش منا. راجل واثق يعني خلاص. ولا حاجة زي كده انا عارف ما ازياد عندكم. ولكن احنا كنا خدنا القرار قطعية معدى الفيديو ده على اساس تنزله قبل ما ننقل يعني وكده. والله انت راجل كذاب. والله انك راجل كذاب. وكل شي انا تفرجت عليها هقول لكم يعني طلع فيديو بصوت مراته المتوفية. نخلي الملايين تتفرج على مرات يعني على محتوى بصوت مراته المتوفية. لو لو واحد عنده ذكرى واحدة بس مع حد متوفية. ليه عزيز عليه بيحاول يخليها ما تظهرش قوي عشان ما يتقصرش. ده الانسان العادي. ده الانسان اللي بيحس. ده العيوب اللي فيها. دي اول حاجة زي ما انتم شايفين كده. عايز يتلعب اي مصلحة من مزيدة. ست متة يا عم. بنزل فيديو عشان هيا صورته. بتاخد اي فلوس. اي لهش فلوس. ومية خمسة وعشرين الف لايك. مية خمسة وعشرين الف واحد. موفقين على التخلف ده. او بوز وكده. فانا مش عايزة يبقى فيه واجعة قلبة انا عايزة بقى امرتها عايزة بقى مستقرة. انت او نضيف عن متن يعني. شايفين? انا بوريك كل حاجة بالتفسير. الله ارحمة. ماشي. شوف حياتنا بعد وفاة اختي ام زياد. بصوا عبيدي عبيدي الشهرة. عبيدي الكلاب الشهرة. بصوا. دي بنتها جدهان. ماشي? ام زي النهار ده بقى. انا عايزة عرف الحالاتي ورز بالشعرية ولحنا. ست ربساسول عشان وفات اختها. وفاة دكتورة ودكتورة ايه? الراجل ده لازل كده كده لعى الجنب ده. اللي هو بتاع حمدي. هو حمدي ده. انا كمان. اه. هلنبع عايزة ابو زي مين? اه. اه. بصكتها بص والله العزيمة ادحكة تحسها كتوقفة على قلبها ام زياد دي اه. خلصنا منها بص مبسوطة قوي. ام زياد وصيتها لزياد وبقولها قدام الكاميرا عشان لو ماليش عم. عشان نجيب فلوس. القاميرا دي تشهد. يا زياد ام اتكنتول عمرها تقول لي عايز اشوف زياد زي احياد. طبعا الفيديو بتاع النهارة ان شاء الله احنا بنعمله عشان نشكركم كلكم مش بنشكر اللي بتابع. لا انت مش عامل الفيديو ده عشان تشكر ناس انت عامل الفيديو ده عشان تجيب فلوس. عالضغر يا احوارات. القناة دي بس احنا بنشكر كل اللي بيطابع عائلتنا كلها. فطبعا كل الشكر ليكم على الدعوات اللي دعواتها لاموزياد البقاء لله. ولو هي دلوقتي عايزة تحد فيكم هتجيله في المنام كمان وهتتكلمها وهتطلو منكم كل حاجة. اموكم ما ماتتش. انت بتقول له اه 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 اصلا ما ينفعش يكلم يكلم يعني الاطفال دي لما تشوف نفسها كده وهي متقدرة لما يجبروا ومشوف نفسهم هم متقدرين قدام الكاميرا ويحب يكلموا في وفاتهم امام. ايه الاحساس يعني? بس اول ظهور بعد وموفاتهم موزياد. ده يا جدعان واغدين اربع فيديوهات من الترند ماشي? علامة متخلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا يا حابب ان انا اطمنكم علينا كلنا الحمد لله ربنا. احنا مش عايزين نتنين. احنا بخير. والبقاء الله واحده. والمزياد قطعت بنا كلنا. ولكن دي سنة الحياة. ونحمد ربنا المشكل فضل. ولقى محبين كتير وكل. هو ده بقى الرجل الكدام. انا جوحش لا اي حد فيكم ونجملكوا في الافراح. كلنا اموات. انت كده كلامي. الحمد لله. الحمد لله انا عايز اهنم مزياد على حب الناس ليها. بيوصل المزياد اللي متوفية رسالة في الكاميرا في التفليوتيوب. فهم? يعني اعايز يهنيها في. اه 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 انا عايزة شوف وفاق. والله العظيم المزياد دماغة مش تمام. بصوا عما تدحك اصلا. طبعا انا يرى. بص 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 بص. اه اصدعك. اصدع معنا في المطبخ. اتحدى. واغلبك. طبعا انا انا عايزة تقول له الله يا ابن اطلع برا انت وفاق. بصوا وفاق وفاق دي بنفسها تدحك. نفسها تدحك. عايزة تدحك بس مش جا منها حاجة غير تدحك. بصوا 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 ابتسمة. انا اللي اغلبك. اه ايوها اتدحك بصوا. الوحيدة مش مسكة نفسها. عايزة له منهم طلب طبعا بعد اذنكم. طبعا انا ماليش ان انا هي بتقول له تفضل. ليه بتقول له بتفضل? اه 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 اتفضل يا اصدق. ليه بتقول له تفضل يا بتدحك. طبعا ممكن تقول له تفضل. واحدة ما يتلاقي حد عزيزة عليها تقول له تفضل. يعني ممكن ده وقت اقنعت ان انا نزع لها. فاهم? تفضل. تفضل. قوة لله. بقوة لله. شفت اقنعتك اقنعتها ان انا نزع لها انسا. يعني هي مش عارفة تعمل كده. مش المفروض اصلا هي بتاعت التمسيل والكلام ده مش عارفة تعمل البقين دول ده انا نزلت دموع يعني ده انا عدت محمد رمضان عدا نزلت ابعينين. خلف خصوصياتهم بس انا اخر ايهم وحطوبها منهم. احنا عايزين النهاردة ان شاء الله اخر يوم لنا تنبسي الاسود ده. اللي لبسها مش لبسها عشان خاطر حاجة. تلبس هي عشان انت يحبه. طبعا. يعني ايه ارمو بقى حوار الوفادة في الزبالة واحنا خلاص بقى احنا احنا افجرنا بقى. الناس في العادي بتزعل على قريبهم. لا احنا مش عايزين نطلع في الوتيوب باللسود لأ اللسود ما بيجيبش مشاهدات. فهم? احنا عايزين نجي اطلع بقلوان متخلفة عشان المتخلفة هي اللي بيجيب مشاهدات. انا انا هسكب في ده اشان اقام مش قادة يعني بص خلو ده ايه. والله حرام يرامين ويجزي تحت وعادين هما فوق. اول زهور النهاردة بعد العملية. هو ايه او حوار الزهور ده انا مسلا اخش الحمام مسلا اقول لك اول زهور اللي احمد خلط بعد ما داخل الحمام لو انا مشهور يعني. اول زهور ليا بعد ما دخلت الدش فهم? اول زهور ليا بعد ما طلعت من القهوة. طب ما هو جوء. صباح يوم وفاة المزيد. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا بيكم. شفتوا اخر يكون في مطر شغال. اه. والجزء اللي جوه طبعا وفاة هي اللي هتهتمي بيه بقى ده دورها بقى. لا بس في حاجة مش هنزين. هنزين. وفاة مش هتزين غير ما اتنظف. وفاة مش هتزين. الزين ما جلتش بصو نعيد بس الزين دي تاني. هنزين لما انا مش بطاري انا. احنا انا صحيين بدر النهارة. اي اي بشان في الها فهمت اني في حاجة اسمها بس ايها مش عارفة توصل للغا دي. احنا انا صحيين بدر النهارة. انا اول زهور بعد وفاة المزيد انتو جابين جوه البيت ليه طيب ما توررون ايه يعني. بايات اللي هستخدمها عشان رمضان قريبة تبقى مني في النش والحاجات اللي مش هستخدمها دلوقتي دي طلعت فعلا ما كانت زنبي امو زياد بقى وهي ما هيت هتلاقي فيوهات الناس بديها بقى عشان ما كانت الزين غسلت. ايه. حيزين عشان غسلت. انا مش مسك انا فصحي بتحكي ولا ورا ورا عند الناس اللي. بص بقى بص بص عبيد استغفر الله العظيم يا رب انا مش مش هقدر انا طبع عامل مش هقدر اتفرج على فيديو طالع في واحدة متوفية على اليوتيوب جاب من اتنين مليون وممتين الف فيو حرام يا جدعان دي يا جدعان الميت ليه حرمته. الميت ليه زفت. والله يا قلبي يا جاني اكسم بالله مش قادر مش قادر اتفرج حتى على حاجة بتاعت حد متوفية بصوا عمين يا جاني. بس كده يا جماعة ودي كانت. اهي بص بص وفاق برضو عايز اتضحك. وفاق برضو مش قادر عايز اتضحي وتتحك هنا. اي حد قال اي حاجة اتضحك هتلاقي تفشك اتضحك. مصيبة بتاعتنا هي مصيبة وتذكرت في كل الاديان ان هي مصيبة. بص والله لما بقى بالعافية. طبعا. طبعا الحج واقف عشان عارف ان فير شين جايم الفيديو ده فقال لك ايه لا بقى احنا ما بديهاش بقى انت عارف ان الناس الكبيرة دي في الفلوس عاملت ازاي. هات الفلوس يا ابني وخلص. قلنا لازم نخضع لأمر ربنا. طب انت عارف ان الموت حق ما تتكل الله حج. رب نسو تعالى كده منزلة عظيمة. الحمد بحدها جدا. الحمد لله. الناس اللي اصوتها معما بوحد بتقعمش سالكة. الناس دي بتقعمش سالكة ولا الولادة اللي عنها خاضر. الاتنين دول اكتر اتنين مش سالكين في الكون. لا في الولاد بس لكن البرنات بيبقوا زيال امور. كان يوم اكسم يا مين بالله كان يوم جميل جدا جدا جدا. كان يعني يعني يوم اليوم يوم الوفادة بيبقى حلى يوم في الدنيا. ايه يعني ايه. طبع الواحد نازل من بيت ويدفين سعيد كده. والله خلصنا من واحد عندنا. كانت مصرة على اني الموضوع. مصرة ان الفيديو انزل. محدش يعمل نوعش عشان ننجز ونروح ننزل الفيديو. مش عايزة واحدة تنزل دمع ما شاكل. وده برضو شاكل مش سالك. وان شاء الله نشوف الموزيات فيكي. وطبعا. قدرينها يا جدعان مهما يتعى يا جدعان ومطلقينها في الكاميرا لازم تضحى. حزب يالله ربنا انتقب منك يا عم. ربنا انتقب منك واحد واحد. احزن وزعل ودعو من كل اللي انت عايزه. ولكن. ولكن لازم تنزل فيديو على يوتيوب على وفاة حي حد قريبك. عشان تبقى فعلا كامل الايمان. انه في موت وفي حياة. في اه. لا بس برضو يعني الدين برضو قال الدين ما مناعش ان انت تحزن على حد مات. ما مناعش ان انت باشر حد مات لك قريب فتحزن عليه. واني العمل والصمعة هي اللي بتوعه. اللي بتوعه. سبحان الله. يعني المزياد للوقتي. لو كانت. او عايز يقول لها هسكوت انت دوقتي عشان انجز الفيديو عشان والفيديو كده اه احنا عملنا بتاعنا في اليوتيوب. يعني خلصنا انجزي بقى ما تبصيش وما تزوديش كلام. رسالة الصغيرة بس يا جدعان اللي هو اليوتيوب المصري مش سايب حاجة يعني محترمة ما ينفعش ينمي حاجة زي كده على على وفاة. الميت ليه حرمته. الميت مفروض بيبقى في صربته. عايز سيرته تيجيب بالحاجة الحسنة بس. ما ينفعش ان هو تجيب تفدل بقى تعرض في صور واحد ميت يعني انت ليك صورة ما هو واحد متوفي ممكن تحطها بروفايل كحب ليه او كأنه وحشك او حاجة. بس ما ينفعش انت تنزل فيديوهات بقى على قصة حياة الوفاية يعني. وريد اللي بيشوف فيديو ده ما يساعدش ان هو انشر الحاجات دي عشان اللي بيتفرج الحاجات دي بيبقى متخلف عقليا وبيبقى غير سوي. والميت دي حرمته يا جدعان افتكروا الكلمة دي كويس. شوفكو على خير